السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم سلامة وحسن. اه مبدأيا كل سنة وانتو طيبين وعايزة اقول ان انا اه كنت من شهرين كده او اكتر بتعمل محاضرات اه وكنت اه وقفت فترة طويلة وقلت ان الاسباب خاصة يعني وقلت ان ان شاء الله اه لو فيني ان انا انزل محاضرات في ليه هتبقى مجانا وصدقة وكده لواجه اللي. اه كمان اما في شغل كنت نزلته وكانت ناس سألتني على موضوع البراش وجيلي عليها اسئلة كثير. اه فقلت انا ممكن اعمل سرسلة صغيرة هبتتكلم عن البراش عشان اللي مش عارف يعرف واللي عارف لعلا يستفيد وتكون حاجة لواجه اللي. عشان ما هتقولش عليكم. انا عايزة تكلم عن البراش عندي اه اه وهتعمل معكم باختصارات. اه اه البي اختصار البراش على طول. فانا هنا عندي انا عندي. نتكلم عن البراشات اااااااا Repeat وبرر شوق. اه 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 واللي السور. فحاجي هنا من قائمة ويندو هجيب عندي اه 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 مجموعة براشات اللي مش عنده الكلام داي اجيبها من قايمة هندو زي ما انا جد لي وهتجيبها هتظهر لي هنا عندي. هفتاح لي فهلاقي هنا عندي الفلات براش. هجيب بس لون. الاسود وليكن. انا عندي هنا الاسود. طب ان شايفين البراش بتعمل ايه? طب هي ليه بتعمل كده? اولا انا دلوقتي بستخدم تابق قدامكم. يعني Ay عشان البراش تعمل كده? بستخدم تابوا كان في حد يتسألني في اه في الكمونتات ارتورة و RNA بستخدم تاب ليه بستخدم انا دلوقتي استخدم الماوس شايفين. ايه اللي حصل. ان انا عندي اينا البراجر وقف. البراجر ده فين? في البراش. هنا عندي اه البراويرتز. سوري اه في البرويرتز عندي هنا البراش بريسيتز. هنا عندي هو اللي شغال. هنا جالي في طبعا عندي وهنتكلم عليها وعندي وهنا كل ما يجين لحاجة هنتكلم عليه عشان انا ايه مش مش جاي تكلم عن حاجة واحد اتنين تلاتة ونستحفظ لأ احنا عايزين الناس تستوعب وتفهم على طول. انا عندي هنا في فيه هنا في الكنترول عندي والفيد واشكال عندي. طيب دلوقتي مش شغالة لان انا اشتغلت ماوس. طيب خلينا مركزين كده لو انا جيت اشتغلت بالتاب. اشتغل على طول. وراحة علامة التعجب. هنا انا ايه طبعا اه عشان كانت ناس سألت عن الموضوع ده انا مش هقدر استفيد حاجة بالماوس اثناء الشغل. ليه? عشان لما اجي اعمل تكسيمات عندي اه زي دي مسلا انا عملت كده انا مشي كده. لو جيت ضغط انا هاوصل يعني بوص. التدرجات عندي بتاعة اللون. دي بتفيد في ايه? بتفيد ان انا لو هعمل مسلا زي كريستالة وعايز اقلعب بلون البراش فانا هاوصل على درجة معينة. تمام? اه حاجة الاختصارات مهمة جدا جدا اثناء الشغل. يعني انا عندي هنا مسلا بلدة اللون اه هنا. طبعا عشان انا ما تجيش طبعا عشان مش كل شوية تاني اجيب اه الالوان عندي. فا اه عندي حلين. يا اما هنا ايجي عندي من الكايمة ادت والكيبورد شورت كوت. وهطلع عندي الطول واشوف فين الفورجروند عندي. ويه بعمل لها اختصار عندي من الكيبورد زي ما انا عايزة. الفورجروند كالر والباكجروند كالر. او بدوس عندي اختصار مهم. الت وشفت. كليك يمين فانا بتجيلي بالكتة اللون عندي هنا. بقدر اغير. واجيب اللون عندي. بحيس ان انا بساهل على نفسي الدنيا شوية وانا شغالة. واقدر اجيب آآ الالوان بسرعة. عندي كمان في الكالر. الكالر جراوند فورجروند. انا ممكن اغير من الاكس عندي من الكيبورد اللي بخدنا بالنا هنا. اللون الاخدر. تمام? واللون الابيض. فانا كده ايه? بغير في الالوان معي. طب انا جبت اللون ومش عاجبني الخلفية دي. ما عايز اشيل كل اللي انا عمرته اعمله بلون ابيض. فانا كده نهيت كل الالوان اللي كتنجونا عندي لان انا شغالة على ليار واحدة. نيجي بقى لموضوع البروش. ويه? ليه مهم البن بريشر? عندي هنا الفلات براش. عشان اجيب الاخدر. ادي الفلات. وادي الهارد راوند. الحاجات دي موجودة اصلا في الفوتوشوب. وادي الصوفت راوند. وادي البن. البن اللي هو زي الالم الرصاص. طيب. هنيجي هنا في الاعدادات بتاعتي. البن هنا عندي. لو انا كبرت اكبر منه اصغر منه من الكيبورد. هي بتكبر لي الحجم البروش. وبتصغر لي حجم البروش. قلنا الاختصارات بتسهل علي قوي في الشغل بعد كده وبتخدمي مثل خمشة طول ما انا شغالة. تمام? اه هنا عندي الترانسفير. لو انا شغلتها انا بدي انا شغالة على بروش هارد. طيب. دلوقتي لو انا عايزة افتكر مثلا انا شغالة على بروش ايه. بيجي هنا للبروش ايه تيب شب. فهو بيحبقى يعني مبين عندي ان انا شغالة على اي بروش. طيب نيجي هنا بقى اللي فوق عندي. لو انا دوست مثلا ولي اكون على العلامة دي. لو ناخد بالنا. هو عمل ايه? شغالي الشيب دايناميك. الشيب دايناميك بتعملي بتشغالي البن برجر برضو بس بتكون تقيلة. لو انا شغلت الترانسفير. شايفين? هي بتعملي يعني تبقى عاملة زي القلم وبتنزل على كبيرة. طبعا ده بيرجع حسب تحكم القلم بتاع التاب بتاعي. طيب ليه ما بشتغلش بماوس? لان انا لو شغلت الماوس دلوقتي. شايفين? علامة التعجب جات لي عند البرن برجر واختفى. ليه? لان الماوس ما بيشغليش اعدادات البروش خالص. حتى لو انا اخترت براش سوفت. وجيت اشتغلت هنا. شايفين? انا ايدي تقيلة بالماوس. يعني انا مهما قللت من الوباسيتي عندي. شايفين? فانا مش هاخد برضو مش هقدر استمتع بالخاصية بتاع الترانسفير في البن برجر. خصوصا البن برجر بتفيني حاجات كتير. فهو ده الفرق بين قلم التاب وبين الماوس. بالنسبة للحاجات اللي بنحتاجها في الكونسط او الماد بنتنج. حاجات معينة في البروشات مهمة جدا التاب. مهما عملت بالماوس فانا مش هقدر اوصل برضو للنتيجة اللي ممكن يطلعها للتاب. عشان الناس لو عايزة تشتغل آآ تمام ولو شافت شغله حابت تعمل زيه. آآ كمان تاني آآ الناس هتقولي التكلفة ما فيش مانع ان انت ممكن تجيب تاب كويس في الاول بسيط مسلا تشتغل به ولما ربنا يا كرامك تقدر تجيب تاك مسلا اغلى شوية واعلى يشتغل معك. المهم ان احنا نقدر نشتغل كويس. طيب نكمل. انا جيت هنا شغالة بالبروش. طيب لو جينا للبروش الهارد. هو شغالة زي ما قلنا من شوية. هو انا مقللة. تمام? انا كده شغالة بالقلم. هو بيديني رفيع على مليان شوية. طيب شغلت الترانسفير. هعمل اكس عشان نغير اللون وقالت وباكي سبيس عشان نقلب الخلقية تاني. اكس. انا هنا عملت ايه? عملت مسلا وليكن دائرة. هيكي هنا. وهنا هو شغالي هنا. الترانسفير. هنكبر شوية زي ما قلنا من اكبر من. فانا هنا بعمل ايه? شايفين? ناخد بالنا تاني. انا بعمل ايه? انا بتحكم في درجة اللون. يعني انا مفروض مختارة لون اغدر. نغمق شوية طيب. هيجي هنا. انا ماشي براحة. لو ضغط. لو ضغط اكتر. لو ضغط قللت. فانا هنا كده بعمل ايه? بيجي اختار على طول. اصغر. اصغر من. وقلت. وكليك بجيب الاي ترابر. شايفين? قلت تاني. وهنا. فانا انا دلوقتي بعمل ايه? انا دلوقتي بقدر اتحكم في درجات اللون. يعني انا ما اخترتش غير لون واحد بس في الاول. فانا دلوقتي بقدر اتحكم في درجات الالوان عندي. ايجي تاني هنا. قلنا قلت وشفت. وكليك يمين بغير درجة اللون. ماشي. انا هاجي هنا. جيب اللون الموف. وتقلنا شوية. تقلنا كمان. انا بجيب درجات الالوان عندي. هنا. ممكن تاني. واجيب. طول ما انا شغالة. على طول بالاختصارات وايدي شغالة عليها وانا شغالة بالتاب فانا مش حس ان فيه تعب. طيب انا عايزة اعمل آآ عندي البراشات اللي عندي هنا طبعا هي مش كلها آآ في الفوتوشوب. انا ممكن عندي هنا طبعا اكيد كلنا عارفين ان اللوت براش بقدر ان انا اضيف اي براش عندي آآ موجودة انا حملتها او محتاجاها. ليه هو انا مقدرش اعمل براش لا انا ممكن اعمل براش واتحكم في الاعدادات وآآ اعمل اللي انا عايزة واستعين صور جودتها عالية واقللها واخد منها شكل معين واعمل منها براش. آآ دي كانت حاجة سريعة جدا كانترول البراش آآ ازاي اقدر اعملها. حاجة كمان احنا كنا اكيدنا على الاختصارات عشان موضوع آآ قلنا الاكبر من بيصغر والاكبر من بيكبر والبي اختصار البراش والي اختصار طول. آآ قلنا كمان الاوت شافت مين فهو بيجيب لي الكالر عندي بحيث ان انا اقدر اشتغل بالاختصارات على طول. آآ وكمان موضوع بتاع البراش قلنا مهم جدا عشان تداخل الالوان لما اعيي ارسم بعد كده. ده شئ مهمة جدا. آآ دي كانت محاضرة سريعة جدا عن عن البراش. ان شاء الله آآ المرة الجاية ندخل في حاجة تفاصيلها اكتر شوية. اتمنى تكون استفدتوا. واشوفكم على خير. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.